برأيك هل هناك من أسباب تمنع الغرب من تقديم هذه المقاتلات هذه اللحظة المقاتلات الجوية تحدث عن F-16 ومن سيقودها؟ لفروف قال بأن هذه الطائرات عندما تأتي سيقودها طياروه النيتو ألا يؤزم ذلك من حدة الصراع ويوسع رقعته بشكل أكبر؟ مساء الخير وأهلا بك وأستاذ في كييف والمشاهدين الكرام أعتقد أن ما حصل حول نقاش توريد الدبابات إلى أوكرانيا هو مثال على النقاش الذي هو دائر الآن في عوساط الدول الأوروبية وحلف النيتو حول الطائرات والقضية يعني من ناحية هناك قضية تقنية وقضية على الأقل حسب رأيي سياسية من القانون الدولي القضية التقنية أن كل هذه الأسلحة تحتاج إلى تدريب والتدريب يحتاج وقت وإن كانت قد بدأت الدول الغربية بتدريب أفراد من الجيش الأوكراني بالدرجات المختلفة على الطيران والدبابات وإلى آخره لما كان ذلك الحال الآن ولكن لم تقم أوروبا بذلك وكان لها أسبابها لأن هناك دائما قلق وإعادة بالسياغ مختلفة جدا يعني إن كان سولتنبرغ أو كان أولوف شولز أو غيره ووزير الدفاع الألماني قبل أسابيع أكدوا دائما أننا لا نريد ولا نسعى أن نكون طرف في هذا الصراع أو في هذه الحرب هم طبعا طرف في الصراع ولكن في هذه الحرب بشكل مباشر لأن ذلك يعطي روسيا عمليا الضوء الأخضر على الأقل أيضا من وجهة نظر روسية بربما الاعتداء على الدول الأوروبية ألمانيا بشكل خاص غير معنية بحرب الشعب الألماني والحكومة الألمانية غير معنيين بحرب وكان هناك بالأمس دكتورة كان هناك متظاهرين أمام مؤتمر ميونيخ رافضين حاملين شعارات تطالب الحكومات الأوروبية بعدم استمرار تزويد كيف بي الأسلحة هذه المظاهرات وهذه الأصوات التي بدأت تتعالى اليوم في ألمانيا وفي أكثر من دولة أوروبية هل سيكون لها تأثير على خيارات القادة الأوروبيين بخصوص الحرب؟ أنا أعتقد أن الموضوع ليس فقط أبيض أسود نعم أم لا الآن أو أبداً ولكن الظروف الموجودة هي التي تحتم هذه القرارات يعني جزء من السياسة الألمانية يدفع باتجاه أولاً التسلح كما نعلم قبل سبوعاً من اليوم قبل عام كان خطاب مهم جداً للرئيس الألماني آسفة للمستشار الألماني أولاف شولس حول زيادة التسليح ذلك ما يحدث في ألمانيا منذ انتهاء الحرب الباردة أي أكثر من ثلاثون عاماً هناك توجه كبير بنفس الوقت هناك قلق من تورط ألمانيا في هذه الحرب وأن تصبح طرفاً يعني المظاهرات الألمانية تعبر عن عدم رغبة الشعب الألماني في خوض الحرب ولكن بنفس الوقت هناك تضامن ضخم جداً مع الشعب الأوكراني على مستوى التضامن مع هذا الشعب بإرسال المساعدات ألمانيا أكبر داعم مدني وأيضاً الآن على الأغلب عسكري لأوكرانيا واستقبال الأوكرانيين في ألمانيا بنسبة عالية جداً جداً مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى أي أن هناك مستويات مختلفة ولا أعتقد أنه يمكن الحزم أو الجازم الأستاذ تطرق إلى قضية مهمة جداً أستاذ خربطلي بأن كل ما نتناقشه في الإعلام أو كل ما معروف في الإعلام ليس بالضرورة هو الحقيقة الكاملة الكثير من النقاط التي تم على سبيل المثال نفيها أو عدم الإفساح عنها كانت قد حصلت لذلك أعرف أنه لا يمكن إخفاء دبابات عند نقلها براً من دولة إلى أخرى ولكن حقيقة لا نعلم كم عدد الدبابات التي وصلت ولكن دكتورة هناك من يرى بأنه أو حديث وبشكل قوي يتردد خصوصاً في الأعوان الأخيرة أنه معظم الأسلحة التي يتم الإعلان عنها لتزويدها لكييف ربما تصل إلى كييف أو تخرج من أماكنها إلا أنها لا تسلم بالكامل للجيش الأوكراني لا أحد يعرف أينها تذهب نسبة كبيرة من هذه الأسلحة البعض يقول بأنه ربما بعض الأسلحة الأمريكية تعود مرة أخرى إلى أمريكا هل تتفقين مع وجهة النظر هذا؟ حقيقة أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك لأنه ليس عندي أي اطلاعات ولا في الإعلام الألماني ولا المراقبين على رغم من المراقبة الحديثة حول هذه التفاصيل هذه أمور استخباراتية ولكن ما يحدث يعني ما أشاهده أنا الآن هو وصول أسلحة دعيني أسميها بين قوسين قديمة بعض الشيء مثلا من إسبانيا ليوبارتو من بولندا ومن دول أوروبية أخرى ومن ألمانيا يعني أنها ليست الدبابات التي موجودة الآن عند هذه الجيوش لإستخدامها ولكنها احتياط أو في الصيانة أو أوائل آخره لكن ما يحدث حولها يعني حتى هذه المقولة التي ذكرتيها حتى نستطيع التأكد منها يجب أن نعلم بشفافية تامة عدد الدبابات أو الذخيرة التي خرجت من أوروبا والتي وصلت أوكرانيا ونحن لأننا نتكلم في ساحة حرب في ساحة حرب استخباراتية حرب الطاقة وحرب معلومات لذلك أنا موجة نظري على الأقل لا يمكن الجزم والتأكد من كل ذلك لأنه لأسباب أمنية لا يوجد شفافية مطلقة لهذه المعلومات ولا يمكن فحصها قد يتم كشف ذلك لاحقا لأسباب مختلفة يعني قد يفسح أحدهم عن ذلك وإلى آخره لكن الآن لا يمكن من الموقع الحالي رغم المتابعة الحديثة جدا نفي أو التأكيد هذه المقولة